والدعف شلون زرعت فيك الوالد أحب التجارة؟ من إحنا صغار، كويس، كان عندنا في المدرسة المقصف هذا المقصف لا حكاية أنا معي كنت صغير وكانت الوالدة تقول لي بيع حاولك تبيع وتشتري فرحت لحق المقصف قلت له أبغى بيع فقال لي كيف تبيع؟ قلت هانا بصر بيع أنا جايك ببيع، كان ذلك الأيام كانت سهلات الدعوة ويحبون الواحد اللي واثق والنفس هو يجي يتكلم فجي يتكلم معه، فقال لي اوكي خلاص تعال نحنا نحقق التالقة في اليوم كده وريد التالقة بتتحققه هانت وكان نحقق ذلك الأيام بتوقع كانت 300 ريال أو كده في الفترة هذي فترة الفسحة؟ الفسحة اللي الأولى كان فقلت له أنا اوكي فقبل ما أدخل رحت تكلمت من الناس تعالوا عندي صف عندي فترة وحقق التالقة في الفسحة حقق التالقة طيما 450 أو 500 ريال بالضبط هذا بأول يوم؟ أول يوم وعندما يجح تشتري بيشتري قلت له اخذ هاي تراجزين جرب بها يعني أعطيه الأشياء هذه فكان لنهاية اليوم صار عندهم بيع زيادة ب 600 ريال قال لي طبعا كتب لي أعطاني بعض المعلمين يعطيكم معنوية عالية فلما قال لي لأ أنت خاصت معنى رسمي وأنت تمسك البيع رسمي ويشتغلت معا فكانت بيع بشكل كويس ف hari رجلت فقشفت عندهم بالسجلة كان تسمع بالني هذا الشيخ الأبن قيادي ولوه مستقبل في القيادة فاخذ بالتكاتب فكانت له continuation أعاني يوضع لدي مرة طبعاً هذه كانت من دعم الوالدة الوالدة الله يغفر الله ورحمها كانت تقول روح وشتغل وروح وزينه رح بيع رتعلم أيام نجازات نطلع نبسط ونبيع كانت زي البسطة نحطها بس أنت توظفت صح؟ وبعد ما تخرج من الثانوي توظفت توظفت في وظيفتين حكومية حقيقة ومون في وظيفتين وظيفة رسمية دوام دوام كامل ووظيفة برد تايم وين؟ واحدة بإدارة التعليم الرسمية واحدة كانت في صندوق تنمي العقاري برد تايم تداوم مسائي؟ مو مسائي حسب الإنجاز وهذه لا هي دوام رسمي فبعد الثانوي توظفت وجيت الوالدة مبسوطة دخلت عليها بالبيت الله يقبل الله ويرحمها كان يلكر موقع قدامي الآن دخلت عليها قلت لها أبشرك يا أمي توظفت وظيفتين زينة وراتبها زين فتقعد تقولي مبروك ما شاء الله قالت لي فرحان قلت لي فرحان قالت لي وانا أم كسر طموحك طموحك رحلة التجارة التجارة خير والتجارة نمو كل كل ناقاتهم من آضلة وكل ناقاتهم يشتغل يحطون فضل الماجلس يحطونها واللي معاقروش يشاور في كل شيء عندها أمثلة كثيرة فكنت مبسوط البسط هذا صار عندي كدرب فما كملت يكن سبعة شهور إلا أنا تحرك الوظيفة ترجمة نانسي قنقر